خلف الكواليس وفي فلك المفوضات يدور الحديث عن جلسة ثانية للحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء جلسة لجمع الأضداد والفرقاء السياسيين على ذات الطاولة لتحقيق ذات الهدف بتوجيه البوصلة السياسية نحو التهديئة وحل الخلافات الملتهبة بين التيار والإطار القوة السياسية يجب أن تتخذ قرار في عادة النظر في وجودها السياسي وأيضا فهم الطرف الآخر من الجهات السياسية أعتقد اليوم القراءة هي غير واضحة لدى القوة السياسية عدم تفسير المعاني التي تصدر من مشاريع سياسية من طرف إلى طرف آخر خارطة جدول أعمال الجلسة الثانية رسمها رئيس مجلس النواب عبر تحديده لعشر نقاط يفترض أن تكون حاضرة في أجندة الجلسة تلك الجلسات التي يروم عبرها الكاظمي وفق بعض القراءات أن تكون مخرجا للأزمة وإنهاء الانسداد السياسي سوف تهدأ الأمور أكثر وبالتالي سوف يكون هناك مجال الحوار والوصول إلى نقاط مشتركة استغلال الوقت المتاح يهدأ الأمور أحيانا وأحيانا يعطي فرصة من أجل الوصول إلى حوارات وإلى تفاهمات انطلاق جولة ثانية للحوار الوطني بغية مناقشة آليات عبور التعثر السياسي غاية الأطرف السياسية لكن تلك الغاية قد تحتاج إلى جولات أخرى وفق مراقبين للوصول إليها إذن هي خطوات تتابعية نحو حل الأزمة يحمل فيها رئيس الوزراء راية الحل عبر الحوار الذي تشير المصادر أن الجلسة الثانية منه ستركز على إيجاد توافق لحل البرلماني وإجراء الانتخابات من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير